ما رح يقدرون تتصدق قبة الحديدية ما تلحق على صغاريخ الباليستية صغاريخ الباليستية تصعد بالسمة 450 كيلو أستاذ محمد تخرق القلاف الجوي وتنزل تهبت بالقاع عرفتها لا؟ بيها على مدى أقول لك مو متى كروس مثال بيها منوم الخطأ مالتها 200 متر وإذا بيها منظومة شادي لها الإيرانيين فراح نستطيع الخطأ تقل من 200 إلى 500 متر نسبة الخطأ بس هو تدمير مالتش قيد يعني إذا وقع الشارع لهم هاي البناية تتدمر خلي بالك طبعا لأن العصف مالتها والقوة هذا ينزل مو بس ينزل مع قوة الجاذبية الأرضية يعني أكو قسم يقولون ها ما بيهم متفجرات ماشي ما بيهم إذن شون تقنعني 250 صاروخ باليستي يضرب على تل أبيب وماكو خسائر لا لا تأسى أخليه أقول لك أولا هم الإيرانيين أشرف من دوله أولا ضربوا ثلاث قواعد وضربوا قاعدة موساد ولو ضربين تل أبيب لشان شوفوا الخسائر بلني أتعدهم خلي بالك لكنه التصرف كان عقلاني ورسالة قال اش قل لك طلع الناتق الإيرانيش قال نحن تصرفنا ضمن القانون الدولي احنا ما ضربنا مدنيين احنا ضربونه بالهدي لكن احنا الرد مالتنا كان على أهداف عسكرية الضربات بالجملونات من الطائرات هذه مو من عندي ولا من إيران الصور ولا هذه هذه من القوغل إيرث ومن الشغلات وللعلم أكو واحدة من القوعد العسكرية حفاجئك مضلليها هم داخلين تدري هم التكنوجيا كلها اللي هم ترى مضللين مكان فوق القاعدة بمجموعة غيوم بمجموعة غيوم يعني من تلقل هسه بلقوا مثلا تروح على نفتارين مدري وهذي شيء نسارين وغيرها أكو واحدة منهن مضلليها بالغيوم عرفت له لا فأي مؤايدة أقول لك هذا وضعهم هو هسه دي جيس نبضت جنوب اللبناني وانفضح صار علي ضغط لأنه أكو فيديوهات سربت وهذه مو كاذبة نعم على قولت السيد طبو عمودي طلعوا أفقي مزين وشفناها كلتنا الفيديوهات والوكالات تناقلتها يعني مو فيديوهات كاذبة أو شي مزين فيذلك هسه هو بس أنا يقول لك راح ينجن راح يدفعهم المحرقة يستمر